بصراحة هناك نوع من الرجال تسند إليه المهام السرية الدقيقة الحساسة ثم فجأة يختفون عن الأنظار ويبتعدون عن الأحداث ويكتمون الأسرار في صدورهم ويدفنون الخفايا في أعماقهم ومن هؤلاء المهندس حلمي سعيد أحد الضباط الأحرار معاون المشير عبد الحكيم عامر كسكرتير اللجنة العليا للسد العالي أول رئيس للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولكنه الأهم من هذا وذاك من مجموعة عبد الناصر مستشار عبد الناصر ووزير الكهرباء والسد العالي السابق وهو الرجل الذي كلفه عبد الناصر لأخطر وأدق مهمة وهي مهمة التحقيق في قضية الانحراف انحراف المخابرات التي أعلن بعدها جمال عبد الناصر سقوط دولة المخابرات المنحرفة وفجأة وجد نفسه متهما بالخيانة العظمى في قضية 15 مايو أو ما سماه البعض مراكز القوى محاولة منه لإخراج الخفايا والأسرار من صدر المهندس حلمي سعيد خاصة بعد أن خرج عن صمته أخيرا وأصدر مذكراته بعنوان شهادتي للأجيال أخيرا شهادتي للأجيال يعني سعادة المهندس لماذا بعد كل هذا الصمت الشهادة أخيرا يعني هو بناء على طلب كثير من أصدقائي وزملاتي أن في ناس طلعوا كتب برضو من زملاتنا وفي بعض الوقائع مش واضحة أوي أو مكتوبة بطريقة غير دقيقة والحقيقة يعني كنا في رحلة رحلة استشفاء في بلد اسمها كارل بوباري وكنا مدموعة من المشقفين وجي علي الدور أن أتكلم تحكي فما وجدتش يعني حاجة هم كلهم كانوا بيسألوني إيه الموضوع ده إيه الموضوع ده فلقيتها فرصة أن أنا أقول شفوي كده مع الزملاء اللي موجودين وكان لهم شوية السلسارات وردت عليهم وأبناء عليه ده الكلام ده من سنتين يعني سنة وجدت الفضول سبعة وتسعين وجدت فضول لدى الناس ورغبة في المعرفة فدفعني أن أنا تبقى طب لما نزلت بقى بدأت أكتفي من أكتوبر سبعة وتسعين وطبعا خدت وقت طويل علشان تعمل لها يعني تنقية إحنا النهاردة مش عايزين نعمل التنقية إحنا النهاردة عايزين الصراحة كاملة في برنامجنا بصراحة واسمح لي بصراحة أبدأ بهذا السؤال أنت ليس رجل القانون وزير الكهرباء والسد العالي مهندس رجل فني لا تعرف شيئا عن التحقيقات القانونية وطرق أجهزة المخابرات فلماذا اختارك جمال عبد الناصر أنت بالذات للتحقيق في قضية انحراف المخابرات الخطيرة قبل إحالتها إلى النيابة ما سر هذا الاختيار الغريب والمفاجئ؟ هو طبعا يعني يعني أنا كنت من المقربين لعبد الناصر يعني يعرفني شخصيا يعني من ايه؟ نعم؟ من زمان يعني؟ من زمان قبل الثورة معرفة عائلية؟ لا معرفة زمالة زمالة كان زميلي يعني قاعد في المكتب اللي جنبي أي ولما تشوفي هنا في صورة في الكتاب أي احنا الاتنين مدرسين في مدرسة واحدة اسمها مدرسة شمال يدارية آه وبتلاقيين أنا قاعد جنبي عبد الناصر أي ففي علاقة علاقة صداقة أي وبعدين دخلت هو دخلني زباة الأحرار معاه بالدفع في المجموعة بتاعته ومشينا أي المرحلة دي كلها فهو عارفني وعارف طبعي وأخلاقي وعارف أرائي أي وبعدين صلاح ناصر صحبي صديق وزميل أي وهو يعني قام في 23 يوليا بدور كبير في الثورة وبعدين هو لي طبعا أن أنا ما بتكلمش زي ما بتقولي ليه ما تكلمتش يعني هو ده أنا ما بتكلمش فعلا أي ودايما يعني حتى حبيك قلت صلاح ناصر صديقي وزميل وزميل ده زاد من غرابة الاختيار ده السبب يعني لا ده زاد من غرابة الاختيار يعني كان عبد الناصر يعلم بصداقتك الوطيدة مع صلاح ناصر فكيف تحقق مع صديق في انحرافات هذا الصديق وبتربطك بيه تاريخ نضالي طويل وكان أحيانا صلاح ناصر يعني يرؤسك أو يقودك في بعض اللوقات لا 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 هو يعني كان له سكة وإحنا سكة ألم تتردد في قبول هذه المهمة؟ لأنك وجدت نفسك سوف تحقق مع صديقك ده ترددت يعني عشان كده قال هو إن عشان أنت صاحبه مش هتقول حاجة غلط هتبقى بتقول الحقيقة في هذا الموضوع فهو حاجتين يعني إن أنا صديقه فمش هقول حاجة غلط عليه مش هفتري عليه حاجة والحاجة التانية مش هتكلم يعني مش هخرج من التحقيقات دي أخرج بره وقعد في أعداد عائلية وبقول حملت حصل فهو عارف الموضوع عارفك هو عارفك وهو كان في نيته لم يكن في نيت عبد ناصر إنه هو يعلن هذا أي أو يحيل الموضوع إلى القضاء لم يكن في نيته؟ نعم في نيته أو مالك تطهير يعني كان بيحل أقولك يعني ده يعني نكلم عندما تفتقت الأحداث كشفت عنه عندما ذهبت إلى صلاح ناصر صديق العزيز لتحقق معه أول مرة هستعيد بقى معاك كده اللحظات دي وحضرتك تحكي لي كيف كان رد فعله واستقباله ليك ماذا دار في أول لقاء بينك وبينه وأنت تحقق معه صديقه يحقق معه أولا يعني هو ما كانش تحقيق بمعنى التحقيق يعني هو كان مواجهة لأنه سبق التحقيق مع صلاح ناصر مرحلة كبيرة يعني إحنا خدنا وقت طويل في التحقيقات ثم وجهته بالحاجات إيه اللي حصلت حصل كذا حصل كذا حصل كذا فده كانت مواجهة وهو كان كان غاضب حزين وستاء طبعا لا كانت أعلان منك يعني أكيد طبعا يعني الشيء يعني لا لا حضرتك إحنا مش هينفع عن التحافظ ده يعني حضرتك لما تدخل على صديقك كده وتقول له يا صلاح بقى الله يرحمه أنا يعني عندي أوامر معك في الموضوع الفريني أو أسألك عن الموضوع الفريني رد فعله كده يا بسيط حضر حتكلم ولا لكش انت صاح بزاي تكلمني بالطريق يعني المواجهة لا 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 هو كان عارف إن فيه تحقيق وكان بيرد على الأسئلة كان بيرد على الأسئلة كلها بس رد الفعل والرد ده طبعا بتدايع هو تعبان لأنه كان محبوس أي هو كان محبوس من أغسطس سبعة وستين كان في الاعتقال فقاعد لوحده صحيح في فوق أوضة ومفيش فيه يعني يعني ما هيش سجن يعني ولكن هو قاعد في أوضة هو زي ما كان بيعمل في الناس شو ما كان بيحقق في الناس بنافس الأسئلة يعني لقى نفسه في نفس الوضع اللي كان بيحقق فيه مع الناس اللحظة دي كان شكله إيه بقى فيها ده بس هي نقطة هنا هو محققش مع الناس رئيس جهاز المخابرات العامة ما بيحققوش مع الناس يعني بيحققوا مع الأجانب بيعملوا أكتر لا لا يعني دي كلها الحاجات دي يعني مبالغات بالنسبة المخابرات المخابرات عبارة عن أمن قومي بتدفع عامي بتمسك جواسيس بتمسك إنما بتمسكش الناس الناس العاديين دولك فيه أجهزة أمن تانية شغلتها تحقيق معاها إنما جهاز المخابرات لا يتعامل إلا مع الناس اللي هم أجانب أو متعاملين مع الأجانب فهو شيء عادي يعني إزاي فن يعني زي ما بحضرتك في كتابك ذكرت بتحديد عدد قلت أن أنت شخصيا حققت معا فوق الستين شخصيا آآ منهم أربعة أربعين سيدة آآ أنا جبتهم مش كانوا كلوش موجودين ماهو كانوا بيتعاونوا مع المخابرات لا لا كانش بيتعاونوا مع المخابرات دول أربعة أربعين ستة واحدة سيدة سيدات دولة كانوا مندوبين مخابرات مندوبين مش مسجونين في المخابرات يعني فرق كبير يعني هما الناس اللي كان اللي إحنا جبناهم دول ما كانوش بيبيتهم أي يعني أي واحدة ستة جات في التحقيق من المخابرات دي ما كانش بتبيت بتيجي وتروح عربية بتوديها عربية بتوديها بس خلال تقعد ساعة اثنين تلاتة حسب يعني يعني إيه مندوبة مخابرات كل المخابرات الدنيا لها مندوبين أيوة يعني مندوبين يعني الاربع واربعين ايجنت 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 عميلة والعميلة مش ضروري بالمعنى السيء يعني لكن عميلة عميلة يعني تعمل لدى كانوا بياخدوا مرتبات مرتبات كبيرة يبقى ربعين جنيك اياميها يعني يعني زي أربع دلاف جنيه اه يعني مبلغ كبير ما شاء الله ياخد ربعين جنيه في الشهر واحدة ست بتاخد ربعين جنيه بنت بنت لسه خارجة من الكلية او من المدرسة او بتشتغى مثلا في لوكاندا زي الهيلتون او بتاع يعني ويترس كانوا في الهيلتون عارفة زمان اول ما فتحت الهيلتون دي الكفتيرية بتاع الهيلتون كانوا كلهم خارجي جامعة بعشنوا كلهم كانوا كل جنيه فيه قبلوا 17 جنيه في الشهر ما عليش بس تاخد ربعين جنيه ده ما بقاشيش بقى ده هى تاخد ربعين جنيه المخابرات المخبرات تحديها ربعين جنيه Leyه بقى خلع ان وتحمل اياه بتعمل ايه بقى بتعمل الي هى بتعمل الي بتشوفوه في السينما يعني بتبقى بتتصند بتشوف فلان جاه فلان اولاث وقت كدا ده الامن القومي ده أمن البلد فده لما يحصل لما يكون فيه نزل كده في زي زباطنا باحث مش فيه مخبرين طيب المخبرين هم موجودين في كل حيو إنما المخابرات كان لها جهاز وهي لم تتعود أنها تستخدم الستات إلا في الآخر يعني الستات كبنات بيجيبوا معلومات ماشي يعني بيشغلوه فلما جبناهم دولة إحنا كنا بنجيبهم ليه يعني كان السبب إيه هل فيه انحراف ولا لا مش إنهم بيشتغلوا مندوبين ولا بيشتغلوش مندوبين ده إبس فاكتور يعني يعني شيء مفروغ منه إحنا بنحققش فيه لأن ده عملية عملية مخابرات كانوا بيشتغلوا مندوبين مندوبين بياخدوا ما هي كان بيستخدم الجنس وعلى الفيرول يعني موجود كشف يعني بيقباد وبقسميهم موجودة بيقباد كان بيستخدم الجنس ما أقولك لا يعني إحنا كنا بنتكلم على إن كان فيه انحراف أيوه هذا الانحراف فهل فيه انحراف ولا فيش وشهادتك للأجيال كان فيه انحراف طبعا فيه المخابرات ما لحنا كنا بنحقق ليه ما لحنا كنا بنحقق عشان كذلك كان يستخدم فيه 44 سيدة الجنس من أجل الوطن لا ما أقولك إحنا حققنا في ال446 أيوه يعني طلع اتنين تلاتة أربعة خلاص أيوه يعني كانوا بيستخدموا في الجنس كانوا بيستخدموا في الجنس وهل ده مبرر يعني حضرتك في تحقيقاتك ساعتها لما وصلت الكلام ده لجمال عبد الناصر فيه تبرير إن هذا الجنس من أجل مصلحة الوطن مع عشان كده ودها محكمة مع عشان هذا لم يكن ده لهذا السبب راحت المحكمة يبقى ما كانوش أربعة بس نعم يبقى ما كانوش أربعة بس يبقى مش حكاية أربعة ستة ليه مهم ما كانو كده هو مين راح المحكمة اللي راح راح بس الاسم كانت بقى حكاية أوسعة من كده لا لا مفيش وأكبر من كده بكتير يعني زي ملاح مفيش حبت في التحقيقات التي أجريتها في هذه المنطقة الحقيقة أنا أتطلعها بسرعة لأن في كتابك مسير جدا وحضرتك مش متبحر في المنطقة دي فأنا عايزة ليه مورش بحار يا أقول لا أسئلة اللي نقدر نجاوب عليها جاوب لك عليها في قضية انحراف المخابرات الكبرى كان كنتوا بتفرقوا بين الجنس من أجل الوطن والجنس من أجل النزوات الخاصة طبعا لأنك حقيقة ذكرت أن في عدد من الزباط مش كبير قليل جدا أتنين يعني كان ليهم اهتمام ونزوات خاصة ماشا نجراش حاجة استغلوا السلتات دي بصفتهم عجبوهم ما يجراش حاجة إزاي لا يعني ده اللي حصل انحراف انحراف آه ما تقوليش مالو يجراش حاجة لأ ما قولك انحراف حصل لأ ما فيش فيها حاجة يعني أغازي أقولك هذا النتيجة إنما يكون فيه جنس للبلد فيه فيه هايك موافق على المدى ده؟ فيه اتنين رقاصات جابوا قضية أيوه يعني جابوا قضية أيوه مع مشكوا اتنين جواسيس أجانب رقاصات يعني أرستات يعني أرستات معروفات يعني أرست واحدة أرست رقاصة بتشتغل في كباريه كانت المخابرات جندتها فقدرت تتوصل إلى قضية معروفة يعني ما عادي يعني معروفة الرقاصة دي؟ نعم معروفة أنا ما عرفش يا فين تلقتي يعني ولا عرف اسمها أيحد إنما يعني مش دين نقطة نكلمك إن ده جنس كان معمول للبلد يا حداك موافق إنه ممكن يبقى فيه استخدام الجنس من أجل الوطن فيه مدرسة في ألمانيا بتعلم السيدات اللي بيعملوا اللي بيشتغلوا مخابرات يعلمهم إزاي يحصلوا على معلومات من الرجال زي الأفلام بقى زي مش أفلام هي ده الواقع يعني بيحصلوا على المعلومات دي إزاي نعم بيحصلوا على المعلومات دي إزاي من إيه؟ يعني إزاي المدرسة دي بتدرس إيه يعني عايزين نعرف حضرتك حققت معاهم مع مين؟ مع الرقاصات دول؟ الرقاصات وغيرهم لا لا وغيرهن لا أنا كنت بعمل يعني يعني إيه فرس أي من الستات اللي حصل لهم انحراف مع زباط المخابرات يعني هو كان السؤال هل زباط المخابرات انحرفوا واستخدموا السيدات دول لأغراض خاصة بيهم ولا كانت الأغراض الأمن القومي للأتنين نعم للأتنين لأينا للأتنين لأينا ناس بتقول الأمن القومي وناس استغلتهم لأينا زواتهم الخاصة نحن جايين لهم بقى نحن نقول نزوات الخاصة دي نقطة دية هي الأساس واحدة بتيجي زابط مخابرات بياخدها لغرض خاص دي اعتبر انحراف واحدة بتروح بتقابل حد علشان الأمن القومي بتاعنا ما فيش فيها حاجة اي اعتبر يعني للأخلاقيات اعتبر في ايه اخلاقيات اخلاقيات ايهو الأمن الأمن القومي فيه اخلاقيات المخابرات المخابرات دي ملهاش لا أخلاقيات ولا أحزنون ماش ما بنكلمش وعز ديني دي عز دين مش واخنا لأحنا عن نروح النار وعنا عن حسابهم واحد واحد عايز يثبت دي بياخد خلاص والنتيجة لانهو بياخدها بتديله معلومات كذا وكذا كذا احنا اللي همنا المعلومات ما همناش ان هو يروح الجنة ولا يروح النار وهي ها هي بقى تعتبر في الحالة دي بتعمل عمل وطني هي ما هي هي عايزة أو يعني مستعد لا يعني مش هي ما هيش هي دي المقطة يعني يعني مش احنا عمي بيقى للمنطقة دي تاني لان المنطقة دي اللي احنا بتكلم عليها وبنبتسم دلوقتي تسببت وتحكمت لفترة ما في تاريخ امة ازاي ازاي احنا جايين بقى لقادة الدولة وقادة المخابرات والنكسة والهزيمة ومن كان وراءها احنا راحين السيكة دي كلها وقضية لانحراف المخابرات الكبرى بدأت وحضرتك عارف من اشهر الشخصيات اللي تفتقت عنها هذه الشخصيات حضرتك قلت اسماء رموز خروف بس احنا هنقولها لك بالاسامي بدأت القضية بشكاوى وصلت الى الرئيس الرحل واسند بسبب هذه الشكاوى المهمة بسياتك ما هيت هذه الشكاوى بزرط كانت ايه الشكاوى اللي وصلت جمال عبد النصر هي كبه انه شكاوى انه فيه انحراف 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 نحية من الستاني سيدات وانحراف مالي اعم وانحققت في الاثنين قيل ان الحراف المالي كان فيه فساد مالي نعم ما كانش فيه المشير عامر قيل انه كان يمتلك شركة سيارات نقل عن طريق نشاط المخابرات العامة اه طبعا ايه دي شركات يعني النواحة المالية نحن بالنسبة لصراح نصر ما فيش حاجة بالعكس عنده لما سألته فيه نوتا عنده كل ما ليه من مصاريف سرية كتبه الشركات النقل ديت فيه حاجة اسمها الفرانس او الوجهات ايو يعني مثلا كانت شركة شيل هنا كانت فرانس للمخابرات الانجليزية في يوم من الايام قبل الصور فرانس يعني فرانس بتعمل شركة بتشتغل بتعين فيها المخبرين بتوعك والمكاسب بتاعتها بتصرف على نشاط المخابرات دي اسمها الفرانس فشركات النقل وشركات اي شركات كانت وكانت بتسمى باسم دي شركات عبد الحكيم عامل انما هي شركات مخابرات يعني المخابرات هي اللي عاملة رأس المالة وهي اللي بتاخد فلصة لكن حضرتك شفت ان ده ما فيهوش فساد مالي لا لا فساد ما كانش فيه فساد مالي ما بحطش حاجة بتحط في جيب حد اللي الاتهام الاول يعني طلع ان ما فيش فساد براه لذلك انا بقول ان صلاح ما كانش فيه حاجة واخد بالك عليه يعني بغض النظر عن علاقاته ازاي بغض بس دي احب يعني بغض النظر عن علاقاته هو لم يكن عنده فساد مالي فساد اخلاق ده هو اللي انا فساد اخلاق كل الرجالة كانت كده الله طمينك يا فن حضرتك كشفت في التحقيق مع اربعة واربعين سيدة وتسع رجال من خارج جهاز المخابرات اربعتاشر مسؤول من قوة الجهاز اثناء التحقيقات كان الشعور العام لدى هؤلاء انها فضيحة مين؟ فضيحة كبرى عند الاربعة واربعين سيدة طبعا كانوا متضايقين يعني انك انت بتجيبيهم ولا قالوا لك احنا بنخدم الوطن لا تجيبيوا واحدة ست بتقول لك انت بشتغلي في المخابرات انت مدود من خابرات بتقول لك ايه؟ شيء احادي لانهم ستات نواية هذه بيمضوا على اقرار ايه؟ ومش موضوع كده ما هوش يعني بيت حلوة وبتاع لا لازم تكون حلوة يعني لا ده في لها مواصفات مش ضروري ايه؟ شفتهم كلهم حلوين المواصفات مواصفات العميلة اللي انت حققت معا في اين؟ في النساء دي مواصفات المرأة عميلة اللي خابرات لا يعني هم معظمهم او يمكن كلهم اللي يقولي كلهم كانوا يشتغلوا في السينما يعني ممثلات ممثلات سينما كانت وخدتوا بقى من النجمات لغاية الكمبارس ومفيش هو انا كانش فيه نجمات ايام ده انتو خدتوا سينما بحلها بقى وكان فيه نجمات سنة ستين سنة سبعة ستين كانش فيه نجمات كانوا نجمات كبار كلهم عام بديس ده ولا هم اللي انحققات معهم دولي كلهم نارده عندهم ستين سنة وخمسة وستين سنة كبروا يعني بس اياميها كانوا بصحتهم كانوا صغيرين عشرين سنة وخمسة وعشرين وثلاثين يعني كده معظمهم كانوا في مجال الفن معظمهم كانوا مفيش حد مفيش حد من زاول العائلات يعني مكانش فيه حد من العائلات يعني هم كانوا يا فنانات يا بنات بيشتغلوا في فستس في اللوكندار الحضرتك اسمحلي قولي ساعة مهندس دولة المخابرات او اعلن عبد الناصر عن سقوط دولة المخابرات صلاح ناصر الذي حققت معه حكم عليه بالسجن ومع ذلك ارى انك تقلل من شأن هذه القضية وحصرتها قلتلي مفيش فساد مالي قضية فيه حسب الكتاب ثلاثة افراد من الجهاز وثلاثة من خارج الجهاز متورطين في علاقات نسائية لماذا هذا التهوين من شأن هذه القضية؟ عبد الناصر سقوط دولة المخابرات دولة المخابرات على اساس انها يعني ايه بتتجسس على الناس يعني كان فيه بعض الناس بيتجسسوا عليهم نتيجة نتيجة لحاجات من يعني تعليمات مخابرات معلومات من من برة معلومات من جوة كان فيه يعني كل دي للامن بتاع البلد مش لحاجة تانا كون بقى هو بيقول سقوط دورة المخابرات ايه سقوط دورة المخابرات على اساس ان الكلام ده لما نشر في سنة سبعة وستين يعني يعني خلى الناس تنزعج يعني انزعجت وده اللي انا بيقول عليه انه هو لما ما كانش عايز ينشره لانه هو ملوش ايمة كبيرة ولكن لما نشر الناس كلها والجرايد والبتاع كانت زي على رأي واحد بيقولك دي كانت منشورات ضد الحكومة كل يوم الناس بتقرأ تحب تقرأ القصص والحورة ده ما حصل ما زلت تهون من هذه القداية سعادة وزير ده كان رأي يعني ده اللي انا وصلت له سلاح نص سلاح نص سلاح نص سلاح نص وحضرتك الشخصية الاولى في عملية التحقيقات اعترف بنفسه بالسيطرة على العاملات عن طريق تصورهم في اوضاع جيسية لاخضعهم للجهاز لجهاز المخابرات لانه عشان يعملوا وقال ان وسائل السيطرة بتبيح استخدام كل نقاط الضعف البشري الجنس، الإدمان، الشذوز، المخدرات امين هودي رئيس جهاز المخابرات الذي جاء بعد سلاح نص قال ان كل دول العالم تفعل ذلك ومصلحة الوطن تقتضي ذلك قبل ان نخوض في تفاصيل هذه التحقيقات مبدئيا حضرتك كده افهم انك موافق على استخدام الجنس في اعمال المخابرات اه طبعا اسمع بقى حديث؟ موافق على استخدام الجنس في اعمال المخابرات؟ اعمال فيها ايه؟ ايه فيها يعني يعني تدايق الناس؟ ده هو انا بقول باخد عائلات ده ما باخدش عائلات ده ناس محترفين لا لا هل تلتقي الوطنية هنا مع الاخلاقيات؟ اشتخف المخابرات تبتكلم يعني احنا دولة افلاطون لا حاجة زي كده مفيش مفيش كلام ده الكلام ده موجوش موجود فيه نظام النظام يبيح انك انت تستخدمي جميع الوسائل وامين هويدي كويس انك انت قلت امين سألت امين هويدي امين هويدي راجل زامت مخابرات يعني انا مليش زامت مخابرات ايه ولكن انا برضو كرجل وطني واحدة ممكنة انها تقوم بعمل معين بتقوم بيه ده الكلام ده كونوا بقى تبع كونوا بقى تبع الاخلاق وكان تبع الدين المخابرات ما عندهش اخلاق ولا دين وبيقولك ده بحجة ان ده مصلحة الوقت جميع المخابرات في العالم كده انتو بتقولوا كده لكن بقى قال لها اخلاقيات الحقيقية اللي قال عليها صلاح ناصر ان هم يصوروا امرأة في اوضاع جنسية معينة ويستخدموها كابتزاز ليها عشان تشتغل عميلة للمخابرات يعني هي اصلا بتحب واحد ولا متجوزة واحد ولا في علاقة مع واحد فيصوروها وبعين يبتزوها ده بقى مش هو ده لا ده اللي عمل اللي اعترف بيه صلاح ناصر مش ده النظام لا لا ده اعترف بيه صلاح ناصر زي ايه يعني وبذلك بقى حاجة بتقول لي ما كانش بيدمروا عائلات كانت بعض قادة المخابرات على سبيل المثال تعجبهم سيدة من الممثلات او الفنانات وحضرتك ذكرت ان كل اللي كانوا في هذه الفترة من الفنانات كانوا بيسيطروا عليها كانوا بيصوروها في مشاهد جنسية ثم يجبروها على انها تكون عميلة لمخابرات يعني ده شيء مخرج زي مين يا يعني زي مين اللي انت متصورة انها كانت متحجبة ما كانش بحد متحجب منها اولا ده انا كامرأة امتهان لجسد المرأة واهانة شديدة للانثة ده موضوع اخر موضوع اخر بالنسبة لك انت بتقوليه انا بقولك اي امرأة بتحترم مخلوق اسمه المرأة احنا في المخابرات احنا بنلقتي بنناقش قضية المخابرات مش بنناقش قضية اخلاقية قضية اخلاقية لا اخلاقية لا اخلاقية لانك انت بتجبر واحدة عن طريق الابتزاز ان هي استعداد مش يعني فيه ست عندها استعداد وفيه ست ما عندها استعداد عندها استعداد تتصور رغم انفعه لا هما بيخدوش كده هما بياخدوا واحدة ست من العائلات ولا واحدة ست موظفة ولا طبيبة اكيد اخدوا كتير لا 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 الناس اللي انا حققت معهم اعترف صلاح نصري اعترف اعترف من اين اعترف من اين في مذكراته قال كنا بنسيطر على العاملات عن طريق تصويرهن في اوضاع جنسي هما اللي انا حققت معهم كلهم من يا الوسط فني يا بيشتغلوا مظيفات في اللوكندار فانان عظيمة كبيرة قديرة زي فاتن حمامة ولا عظيمة تعرضت فاتن حمامة ولا عظيمة ولا قديرة ماشا ما كانش كده اولا فاتن حمامة لم تتعرض تعرضت تعرضت لا لمدايقات الاجهزة الامنية ما حصلش واقام ضدها صلاح نصر دعوة قضائية عشان قالت كذب قالت كذب بقى فاتن حمامة هي اللي كذبت وصلاح نصر الرئيس جهاز مخابراته هو اللي صادق ما حصلش يعني لم تتعرض مريم فخر الدين قالت انها هربت من جحيم صلاح نصر ما حقيقة ما يسمك من الاسماء دي ما انت بتقولي قولي مين قديني قلت لك مين أصلي ده مش مزهور ده برينامج بصراحة بصراحة ما نتعرضش للناس إذا كانوا ما اشتاكوا الناس اشتاكت يعني والراجل اعترف في مذكراته ما وصلنيش هذا الكلام يعني فاتن حمامة واحدة ستة محترمة جدا واحنا تلامزة كنا بنشوفها تمثل والغاية النهاردة بالناس كلها بتقدر إنما لم يعني يصل إلى علمي أثناء التحقيق كلمة فاتن حمامة دي خالص ولا مريم فخر الدين لكن هو رفع عليها دعوة قدائية عشان اتهموه أنا معرفش يعني يعني حتتبلى عليه كانت أنا معرفش في وسط دولة رجل اتحكم عليه باربعين سنة سجن هتبقى فاتن حمامة اللي تبلت عليه أم أن المنطق يقول أنها صادقة لا مش صادقة يعني معلش وأن مريم فخر الدين هربت من هذا الجحيم يعني عايز أقول أن لم يحدث لم يحدث بالنسبة لم يحدث بالنسبة لم يحدث بالنسبة للناس دول للاتنين دول يعني أقول لأنا حقات فيهم يساميهم مجاتش لكن حدث لغيرهم في غيرهم بس ناس عادية ارغموا على العمل في المخابرات ولا ارغموا على حاجة يعني متألك أن يرغموا يعني لا يعني ما حصلش لأ أصل إيه إنك تهول من قضية حقبة على الرجل فيها باربعين سنة سنة يبقى منحرف ولا مش منحرف نواحي سياسي هو منحرف طب إيه بقى ياخد أربعين سنة ليه أنا بقولك إن هو منحرف قلت لي شقين شق مالي وشق انحراف جنسي ونسائي المالي حضرتك بتبرقه منه مش معقول يتحبز أربعين سنة عشان ثلاث ستات اشتاكه يعني يبقى كان فعلا بيمارس هذه المخالفات والانحرافات ده الاسنتاج يعني قال سامي شرف مدير مكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كلمني حلم السعيد من مبنى المخابرات وقال لي برلنتي عبد الحميد عوزة تقابل الرئيس عبد الناصر ذكر سامي شرف أيضا أن حلم السعيد قال لي روح شوف برلنتي عايزة إيه لماذا طلبت منك برلنتي عبد الحميد خلال احتجازها في مبنى المخابرات أن تلتقي مع جمال عبد الناصر ولماذا لم تخبرك أنت بما تريد أن تقوله لعبد الناصر شوف برلنتي عبد الحميد دي سيدة يعني هي حرم المشير عبد الحكيم عامل الشخصية الوطنية اللي ضدت دور كبير احنا ما نقدرش نجرحها أنا ما قدرش نجرحها تمام؟ هي كنا بنحقق معها علشان هل؟ حضرتك أخذت طلبها مطلب يعني مأخذ الجدية لأنها حرم المشير كنت عارف؟ كنت عارف؟ كنت عارف؟ أياميها كان سر؟ كان سر ما كانش سر علي لأن أنا عارفه قال لك عليه المشير؟ قال لي عليه يعني لا أنا عارف عارف يعني إنما هو إحنا عارفين قصتها وأنا كنت بتعامل معها لأنها حرم المشير عبد الحكيم عامل وهي كنت بتعامل من هذا المنطقة؟ لا ما كانتش كان بتنكر يعني كان بتنكر كان بتنكر إنما أنا كنت بتعامل معها على هذا ولغاية النهار دا احنا بنحترمها أنا ما نقدرش نقول عليها حاجة ونحتمل الشعور هي طلبة إنها تقابل عبد الناصر قلت لسامني شاربت عايز أي إنسان مقبود عليه قدريت له كده قابل رئيس الجمهورية؟ ده مرات المشير مرات المشير يعني وطبعا عبد الناصر كانت محتجزة في المخابرات ولا محتجزة الحاجة جاية جاية العصر لا عبد الحاجة جايبينها عشان نحاق معاه لغاية بالليل وروحك بالليل يوم واحد قابل نص يوم قابلها بقى سامي شرف أقعد معايا سامي شرف ما عرفش حاجة بلانتة ماذا دار بقى في المخابر؟ ماذا دار بقى في المخابر؟ قالت بلانتة مش عالك سامي شرف؟ لا لسه حنلتقي معا قالت بلانتة عبد الحميد أيضا أن رئيس عبد الناصر كان يعلم بزواجها من المشير عامل وهذا يتناقض مع رواية سامي شرف وأمين هودي رئيس المخابرات الأسبق قالت بلانتة أن عبد الناصر كان بيكلمها في التليفون في بيتها وأن هزارها هي والمشير في بيتهم بالإسكندرية هل كان عبد الناصر يعلم بزواج المشير من بلانتة عبد الحميد؟ نسأليه لا حضرتك لسيق الصلاة بعبد الناصر أنت بتقولي لي على هيا بتقول لا حضرتك كنت تعرف أنها متجوزة وحضرتك كنت صديق وقريب جدا من عبد الناصر لأنه لا بس يعني هو البلاغ إيه كان عارف عبد الناصر ولا مش عالي؟ لا لا البلاغ إيه لا لا إيه يا فنم عارف ولا مش عالي؟ لا ما بنقولك أنا ما رح كنا بالحق إليه أي البلاغ إيه؟ أيوه البلاغ إيه؟ بالصبح عمال أقولك البلاغ إيه؟ قول ليك بعد تفاصيل البلاغ البلاغ إن هو إنه برلنتي إن المشير متجوز برلنتي عامل حميد أي وإنه مخلف منها والد ده التبليغ وكان موضوع ده سري لأن زواجه عرفي فالمطلوب كان التحقيق في هذا التحقيق في هذه العملية فلذلك هي لما جات معروف أنها متجوزة لكنها في هذه اللحظة أنكرت هي أنكرت قلت لأ لماذا؟ أنا اللي أجاوب أو هي؟ تحليلك يا فنم للأشياء أنت عقلية لا يجتهم بها عندما يختارك عبد الناصر لتكون المحقق الرئيسي في هذه القضية لا هي مش عايزة ما تريدش عايزة تبين هذه الألعاب بدليل حتى ولا حاجة ولا خوف ولا حاجة بدليل أنها كانت مسجلة عمر ابنها باسم مصطفى أخوه؟ أخوه عبد الحكيم ما كانتش مسجلة باسم باسم عبد الحكيم لكن هو عمر عبد الحكيم عام طبعا واليوم هو الدكتور عمر عبد الحكيم عام طبعا وتعدلت الموضوع ده كله بتاخد معاش جزهة وكده يعني أيوة يعني لا هي مرات عبد الحكيم يعني هي زوجة عبد الحكيم وكل إحنا يعني المجموعات بتاعتنا إحنا بنعملها على هذا ولما يعني ولا يجوز إن إحنا نخوض في سيرتها لا إحنا مش بنخوض ده تاريخ مش تاريخ تاريخ فيه يعني واحدة متجوزة واحد خلاص يا فن المتجوزة المشير عبد الحكيم عامر الذي كان مسؤول الأول عن الجيش المصري أيها الذي هزم في سبعة وستين وهي مالها لا لا لازم نعرف هذا الرجل يعني فيه علامات استفهام كثيرة هناك علامات استفهام أنه كان رجلا عظيما وأنه يجب ألا نحمله كل مسؤولية الهزيمة وهذه مرحلة تاريخية لابد أن نتساءل كلنا الأجيال شهادتك للأجيال أننا نتساءل مسؤولية من مسؤولية النكسة من المسؤول عن النكسة هذا الرجل كان القائد الأعلى للقوات المسلعة أو كان المسؤول الأول عن الجيش المصري شمس بدران وزير الحربية الأسبق والذي كان مرشحا لخلافة عبد الناصر بعد التنحي قال أن عبد الناصر نفسه كان يعلم بعلاقة المشير بالفنانة برلانتي عبد الحميد علاقة وليس الزوائق كان يعلم أنه هناك علاقة وأنه كان يشجعه لهذه العلاقة ليلهي عن الجيش ما حقيقة ذلك زميل لك أهل كثيرا ما حقيقة ذلك لا مش حقيقة يعني هو اللي قدمها اللي قدم برلانتي للعبد الحكيم عامر هو صلاح ناصر نسمع بقى الحكاية صلاح ناصر حكي لك الحكاية أي منما اللي عبد الناصر مرشت حجرة حجرة مظلمة وأشعل لها السجارة وعبد الحكيم كان راجع من سوريا وتعبان وتعبان نفسيا يعني لأنه انفصال وبعدين يعني حب المخابرات ترفع عنه فقدموله برلانتي عبد الحميد بدت ست مخصقفة جدا ويعني اللي بنسميها سيدة صالونات يعني بتتكلم حلو ولما عرفت عبد الحكيم و وحب التوطط على قطع بيه بتادي التذاكر تقرأ بحيث انها تبقى على مستوى مناسب له من ناحية الثقافية حدثك في شهادتك للأجيال ذكرت قصة سيدة نون وهو الحرف الأول من اسمها الأصلي نفيسة واسمها الفني الذي رمزت لي له بحرف الباء برلانتي أنا ما رمزتش له بحيثك قلت سيدة نون يعني وهي فنانة هذه سيدة أثرت جدلا كبيرا بعد أنها جعت من الزواج من هذه الشخصية السياسية والعسكرية الهامة المثير فيما كتبت أنك كشفت أن هذه السيدة كانت تعمل مع المخابرات للسيطرة على رجال السلك الدبلوماسي وذلك قبل زواجها من هذه الشخصية على عكس ما تردده هي على عكس ما ايه؟ ما تردده هي هذا موضوع تاني كانت بتعمل في المخابرات؟ يعني هي السيدة نون دي كانت في المخابرات كانت فيه؟ كانت يعني من بتوع مخابرات اه من الفنانات؟ حسب التحقية مع صلاح نصر مع التحقيات يعني التحقيات مع زباط مخابرات وكدة زكرة السيدة نون بعد كده كنا بقى يعني حصل لها مستقبل آخر ده موضوع تاني طب هيك احكي لنا بقيت القصة اللي ذكرتها في الكتاب يعني قصة تعرفها بيه وانها خططة الإنجاب منه هو كده يعني احكي لنا الكتاب عشان في ناس ما قاردش الكتاب زي لا لا احنا مش عايزين نقول عشان يقروا الكتاب هي كده هي الست دي شخصيتها قوية جدا يعني وزكية ومثقفة نتيجة للفترة دي لان من من 62 ل67 خمس سنين يعني لو قارد كل يوم حرف خلاص بقيت عندها دكتوراه فقوية جدا زكرتها كويسة شخصيتها كويسة ومش مبتزلة يعني مش سيدة من بتوع المحترمة ومتقعد في اي حتة يعني سيدة لها حدور لها كل حاجة بتفهم في الفن وبتفهم في السياسة فهي لما لما جت لها الفرصة دي انها يعني تتقرب للمشير عبد الحكيم عامر كملت يعني حبت تكمل يعني المخابرات حاليك بتقول انها كانت بتعمل في المخابرات مخابرات خططت لهذا اللقاء وقدموها لعبد الحكيم عامر بس على اساس انها هي كملت بقى هي كملت عمد ايه بقى هي كملت يعني حتى قعدت سنة او سنتين ما يشوفهاش المشير ثم كملت معاها هي راحت او مخابرات رجعتها تاني وعلى اساس هي بقى خططت انها تتجوج للمشير واتجوزت رغم ايه في المخابرات بقى وبدون علم المخابرات نعم المخابرات ما هي موجودة شغالين بقى وكان صلاح يسجلوا ويصوروا لا صلاح موجود يعني اي كان صلاح احد كان صلاح شغال احد الشركاء وبعدين بس فهي بقى دخلت هي خططت ان تكون زوجة للمشير بالكامل ومالوا من حقها ما هو كانت اتجوزت من حقها هو اتجوزها ما هي مكانش قاعد معاها كده هو اتجوزها جوزها عرفة قالوا على سنة الله ورسوله ايه مشكلة فلما اتجوزت اي يعني ايه كانوا متفقين يابدو انما كانوا متفقين انها ما تتخلفش اي فهي خططت انها تخلف وخلفت يعني عارفة فده هي الخطط يعني مكلمك على انها هي كبيرة يعني هي من ضمن الحاجات انها بتقرى كانت بتقرى في الحرب وفي السياسة وهي بتاعه علشان تبقى على مستوى على مستوى لما تنمي يعودوا قاعدة ما تبقاش هي بتتكلم في الطبيق ودولة بتتكلموا في السياسة فبتتكلم على نفس الكلام فهي شخصية كويسة قوي وشخصيتها يعني شكلها محترم جدا كونها بقى عايزة تخلف وعايزة من حقها ست وتزوجته الليها الرجل على سنة الله ورسول وخلاص تنجب ما تنجبش ليه يعني ده هو القرار لما واحد من سكرتارية المشير عرف بكده وقال للمشير دفلانة بتعمل كذا كذا عشان تبقى سجل لها لا لا هو ما سجل لها حضرتك قلت انه سجل لها أطمعها وأحلامها على شريط كست يا جوز يعني إنما هو عال يعني ايه المهم حزقه قال للمشير فالمشير قال لها طبعا فالمشير قال لها فالراجل ده راح في الناس ايه يعني حصلوا يعني يعني تحط في السجن وبترى يعني عملو له قضية وبترى عملو له قضية ايه معرفش يعني مش فاكل انحراف أخلاق برش لكن لا مش انحراف أخلاق لكن أجهزة المخابرات كانت صورتها بحقيقة ده مع شخص آخر عشان يعملوا كنترول عليها والحد من تطلعاتها مع المشير ده قبل ما تتجوز كانوا مصورينها قريدي ده معهم مش عايزينها توصل يعني وما برضو المخابرات قدموها وبعدين يعني ايه زي ما تقول رجعوا في كلامهم أو أو يعني حبوا يعملوا عليها ده فعملوا عليها سيطرة بموافقة المشير بعد ما اتجوزها عملوا عليه سيطرة قبل ما تتجوزها قبل ما تتجوزها عملوا عليها سيطرة بموافقة المشير موافقة المشير قالوده السيناريو اختلف بقى اهه اتجوزها اتجوزها اه بعد كده اتجوزها ايه هل أصبح صراحة نصر والمخابرات يخشونه برلانت عبد الحميد؟ طبعا كان لها قوة وسيطرة كان لها يعني نفوز اي بس هي بقت مرات المشير يعني هي لها نفوز ليه؟ لأنها بقت زوجة المشير يعني قبل كده ما كانش لها نفوز اول ما بقت حرم المشير عبد الحكيمها خلاص طبعا بقت زيها زيهم يعني ما سر قوة السيدة نون برلانت عبد الحميد؟ كان بيحبها المشير كان بيحبها بدليل انه هي قال لها انا لما قلت له حمشي وسيبك قال لها ازاي هتسيبين؟ لا احنا مش عارفين الحكاية دي بتقول لنا منشتات ادينا شوية تفاصيل قال لها قالت له همشي وسيبك لا احنا عايزين اللي في الكتاب ده اكتر منه بقى نقوله للناس لأن هنا ملايين بتوصلها لا يعني هي كانت عايزة تسيبها كانت عايزة تسيبها اه يعني لازم اجي يعني هي يعني السيدة نون دي كانت عايزة توصل لمنشية البكري مصدر مش لمشية البكري للجيزة كايزة عايزة تخش الجيزة وتقعد مع المعاه مع البنات والعيلة وتبقى من ضمنهم يعني وهو المشير ما كان منزعج من الحتة دي الجيزة اللي هي زوجته وبناته زوجته وبناته فكاد حتى عايزة تخش على انها مرات واحد من إخواته هم تعرف بيهم يعني هي كان لها اطمع اطمع كدير وتصورك ايه نعم وتصورك الاطمع دي خارج نطاق الأطماع النسائية اللي عندها أي ستة إحنا أي ستة فينا لما تحبوا واحد ومركز تبقى عايزة تتجاوز وتخلف منه دي أطماع إنسانية عادية لا 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 هي عايزة تبقى تحكم تحكم مصر يعني هي كده عايزة تبقى زيها زي مرات عبد الناصر أو مرات أي حد وتبقى موجودة يعني يعني عايزة يعترف بيها رسميا فسر قوتها أنه كان يحبها كان متعلق بيها متعلق بيها قالت له بقى هسيبك إمتى لما قالت له هسيبك عمل إيه يعني زي قالوا لا زي تسيبيني ده أنا يعني أنت عجب أحسن من ولادي أعز من ولادي أعز هل تعتقد أن هذه السيدة كان لها دور سلي على انعكس على شخصية عبد الحكيم عامر هذه الشخصية السياسية الهامة وانعكس بدوره على مصلحة الوطن يعني دورها زي ما هو زي ما قلتك كده هو المشير كان بيحبها جدا وما يقدرش يستغني عنها إنما ده شغله لا يؤثر على شغل هو كان شايف شغله بالكامل وأعرف كل حاجة بس هو الحظ أنه ما استعدش للمعركة كما يجب هذا موضوع تاني يعني موضوع كبير محتاج لناس تانية غير لا هذا كنت وزير في حكومة عبد الناصر وكنت قريب من عبد الناصر وكنت رئيس الجهاز المركزي التنظيم والإدارة في الحكومة يعني في الحكومة يعني في مركز فمانصب هام يعني حداك اللي أسست الجهاز المركزي التنظيم والإدارة ألم يكن من المسؤولين الأساسيين عن النكسة؟ المشير؟ أيو؟ طبعا بمفردة أم عبد الناصر أيضا؟ شوفي يعني أنا مش عايز أخد كتير في الموضوع ده لا إحنا أخدنا في الموضوع ده المشير الجمسي قال لنا إن القادة في هذا الوقت كانوا مسؤولين مسؤولية تم عما حدثا بدءا من حرب اليمن يعني قال القادة حملهم المسؤولية وقال إن عبد الناصر بعد كده قام بعملية تطهير وإعادة بناء للجيش في السنوات التي تلت الهزيمة وحرب الاستنزاب فيعني الموضوع مفتوحي فانا نتكلم فيه بصراحة يعني أي ناس تكلم فيه لا المفتوحي يبقى للشخص اللي هو عنده معلومات عن الموضوع أنا بتكون صديقا لعبد الناصر وصديقا عبد الناصر يعني بتعشى معاكم اليوم صديقا عبد الناصر يعني بس كده يعني المعلومات اللي عندي مش متخلينيش أبقى أقول مين المسؤول ولا مين المش مسؤول إنما إحنا نعلم إن يوم الجمعة اتنين يونيا الرئيس جمع الناس جمع الزباط عبد الحكيم وجميع القادة وقال لهم الحرب يوم خمسة يونيا بالكتير لأن ديان اتعين وزير حربية يوم الأربع ده كل ناس عارفك كلامك ومشوا للزباط وجه المدير الأمناء الاتحاد الشراكي في المحافظات مع علي صبري مع المحافظين وقال لهم تطلعوا من هنا جارية على محافظاتكم وتفتحوا لظرف بتاع خط الطوارئ وتعلنوا خط الطوارئ ده كان اللي حصل إن المشير لما خرج من هذا الاجتماع معاه قائد القوات الجوية وقائد البحرية وقائد المشاء يعني الناس بتوعه ما نفذوش الكلام بدليل إن هو يوم خمسة يونيا كان في الجو والمدافع مضادة للطارات كلها ممنوع إنها تضرب وبعدها بشوية بعد وراه راح حسين الشافعي مع رئيس وزراء العراء وبيزوروا الجابة فالتنين بقوا في الجابة طيارتين بقوا في الجابة والقادة العسكرين اللي في الجابة في الجابة موجودين في مطار العريش بس بنتظروا المشير فقادي معنى كده إن هو ما نفذش الكلام الطائرات بتاعتنا كلها انضربت على الأرض يعني انضربت مترصصة يعني كان من يوم الجمعة كان ممكن قوي إن الطائرات دي كلها تتوزع وما تنضربش كده مترصصة ضربت طبور فطبعا الجيش أو القوات المسلحة مسؤولة عن الهزيمة كون الرئيس قال أنا مسؤول ما هو قال هو نكر هو قال أنا المسؤول والمشير بالدرجة الأولى مسؤول أيضا معلش بس أنا معنىك أبتكلمك على إن هالرئيس مسؤول أو المشير مسؤول هل يقول بالحرف الواحد منافس الأوامر ما هو كده المشير لا يستهان به في حرب لا يعني قائد الجيش لا ينفذ الأوامر لا يعني كارثة ده اللي محروب ده اللي إيه اللي حصل يعني كونه حينفذها تاني يوم كونه حينفذها آخر يوم ده موضوع خاص راجع ليه هو وراجع ليه الناس اللي هو معاه حواليه إنما يعني إحنا كناس خارجين لقينا الشكل اللي قدامنا كده فكون الجيش ينهزم والمشير مسؤول أنا بقولك قال المشير مسؤول يعني ماش وأي واحد وزان بقولك لين انتحر أه انتحر وشي طبيعي شي طبيعي إن المشير ينتحر واحد يتهزم يوم يح انتحر خلاص انتحر حباك متأكد على طبعا طبعا على أي أساس بتجزم على أساس صلاح هو اللي إلي إنه هو قد المشير السم أي؟ أي سم؟ اللي هو الأكوانتين أي؟ فهو الدهولو وحبوب والمشير حطها بمتاع بلاستر على فخده يعني حطى الحبوب بلاستر على فخده إنها دي كانت حبوب هما سموم مستوردينها هو استورد المخابرات مستوردة السموم دي حبوب علشان القادة يموتوا نفسهم لو حصل البلد احتلت كانوا عاملين حسابهم إنهما هيحتلوا ولا كانوا عاملين حسابهم إنهما هينهازموا دي مخابرات ده ده شوفه مخابرات ده كلام خطير جدا لإن إحنا كان بقى حنحارب حنحارب والانتصار والمتأكدين إن إحنا حنبنيهم في البحر وبعدين حطين لحبوب في رجليهم مجرش حق دي موضوعات كلها ده ناس متوقع على هزيم كان لاست بقى يعني المخابرات اشترت الحبوب للقادة للناس الكبار في البلد بزروري قادة يعني للناس اللي في بادة أو القادة السياسين يعني إيه عشان ينتحروا لو حصل هزيم فالوحيد اللي عمل كده مين؟ عبد الحكيم عبد هو شيء طبيعي يعني ليه لا يعني هما ماشيون لا تزقينوا في رجليهم الحباء لا لا يعرفش مين يعني مين اللي خاد من يعني عبد الناصر من خادش صلاح ناصر الديها أقول ل أنا ما بموتش نفسي عبد الناصر قالوا أنه لا يوجد أي احتمال طبقاً لقصص أخرى ذكرها آخرون منهم كتب منشورة ومذاكرات منشورة أخيراً للأستاذ الدكتور محمود جامع ذكر فيه أن عبد الناصر قال لهم عبد الناصر ذكر أنه قال لهم أنا رايح يسكندرية اتصرفون يعني بقولك معلومات يعني يعني إحنا ما فيش ما بنجدلش حد يعني اللي عايز يقول يقول كل واحد يقول له وراء أصلاً المنطقة دي اختلفت فيها عراء كتير هنتكلم فيها بالتفصيل بس قبل ما نخش بقى للمنطقة دي حضرتك حققت مع برلانتي عبد الحميد قالت أنها تعرضت للتعذيب خلال تواجدها واعتقالها في مبنى المخابرات قال سامي شرف أنها عملت معاملة طيبة كنت أنت الذي تحقق معها كيف تم ولماذا القبض عليها وكيف عملت قبل الإفراج عنها أولاً بقولك اللي يعني هي البرلانتي لما جبتها يعني أنا اللي بقولك اللي حصل بالظابط بالظابط مخابرات راح جابة هدوء كتب؟ طبعاً يعني في عربية محترمة وكنا جت عادي يعني يا ستي أنت الفجر زائر الفجر وكده؟ نا 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 كنا نحقق بالنهار يا مدام أيوة أنت حرم حرم المشير قبل حكيم عامر صاحبنا وزميلنا وبدأ وإحنا بنعملك على هذا الأساس قالت لي لا أنا منيش حرم المشير مين قالك يا ذكري؟ بلس أنا بكلمك يا طب إيه الحكاية وحكاية الولادة وشي عادي وكده وأنا بتجوزها بصطفى عامر يعني اللي أنا فاكرو آه أين إنما يعني طبعاً الكلام ده مش صح يعني إحنا عارفينه صح ما قلت لها يعني يعني قلت لها طب لا مش صح وكتب قالت لي لا هو كده طيب هو كده خلاص قالت لي أنا عايز أقابل جوار عبد الناصر ايه؟ قلت لأحد خليك يستني جوار عبد الناصر بعدت جبت سامي شرفه وقلت له خص أتعامل مع الستة جداً آه هي قالت إنها تعرضت للتعزيب تعزيب مين حيعابها؟ سامي شرف اللي عزبها عادتك بتكلمني بهدوء جداً قلت لي وقلت لها وسألتها يعني اسمحلي أسلوبك في تحقيق في قضية زي دي كان بالبساطة دي ولا كنت عنيف يعني في جانب عنيف احنا ما نعرفهش لا 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 هو كده بالظبط زي ما بقولي كان يعني زي ما بحكيلك كده ده يبقى تحقيق الأزيزة قوي ده يعني طبعاً يعني مش بتصورها كلهم ستات لزيز كان خرجوا مبسوطاً يعني كلهم بنات صغيرين عندهم عشر مت وثلاثين سنة وبتاع ما هتخنق معهم ليه؟ احي ما فيش خناء وبجل الخناء ده هم كانوا يعني بيتقق بيقولوا كل الكلام لا ما عايزينه بيقولوه اتهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المشير عامر بمحاولة قلب نظام الحكم في حين قال المقربون من المشير أنها كانت خطة من عبد الناصر للتخلص من عامر إلى أي حد أو إلى أي رأي تميل لا معلوماتي معلوماتي أن المشير شوفي علاقة المشير بالرئيس علاقة قوية جداً يعني تقدري تقولي أنهم اتنين أخوات ولكن حصل يعني الخلاف الخلاف على اين؟ الخلاف على الحرب الحرب أم على السلطة؟ لا السلطة يعني هو كان عايزي يعني ما يخليش قائد عام وهو عايزي بقائد عام معينه مهزوم يعني عايزي يستمر قائد الجيش كان عايزي ينحي يعني كان عايزي ينحي كان عايزي يبقى نائب رئيس الجمهورية وخلاص لأن يعني علاقتهم قوية ويعني إنما هو اللي حصل أن يعني المعلومات اللي عندي إن لم يحدث إن رئيس قرر اتخاذ إجراءات عنيفة مع الحكيم الحامر إلا عندما اتصل بالجيش مقاطب السلحة فبعد جاب مرتاجي محسن مرتاجي وعمحسن مرتاجي جيه من الفريق مرتاجي من الفريق مرتاجي جيه من وره دخلش ببيت من هو جيه من وره فبدأ يحصل اتصال مقاطب السلحة كان ممنوع يعني دي تعتبر منطقة الحصر خيانة عظمى نعم منطقة الريد اللي هي الريد لاي منطقة حمراء يعني هو بيتخط الخط الأحمر ده إنه يتصل بقاطب مسلحة طب بيتصل ليه ما هو ده يبقى تدبير لقلب نظام الحكيم اهو كده بس لا يبقى خيانة عظمى يعني هم كانوا عاملين خطة بالتحقيات اللي عملها صادق الفريق صادق آآ مع المجموعة ديت ظهر إن في خطة وآآ حيجيبوا ناس و وما جابوا ناس بفاق عمل تلسانة أسلحة في بيت لا يعني لا غير دي تلسانة أسلحة يعني آآ شوية ناس إنه مهم كانوا حيجيبوا قوات من الإسماعيلية أيوه وتيجي مصر وتجبر جمال عبناصر إنه هو يرجع المشير ودي ده كان الخط بتاعتي إنما وصول يعني ايه عبور الخط الأحمر ده اللي هو اتصال بقوات مسلحة يعتبر منطقة الخطر وطبعا في ناس تقولك يعني أكثر مني يعني واحد زي سامي شرف أمين هويدي يعرفه أكثر يعني إحنا تكلمنا في الموضوع ده وفي اتفاق الحقيقة في الكلام حضرتك مع كلام هو يعني هو كده يعني فيش كتر من كده الوزير أمين هويدي إنما يعني نتج عن كده إن الرئيس إن الرئيس اتخذ خطوات عنيفة ضد المشير إنه هو أخده ويعني ايه وكل الحاجات اللي هي عملها بعد كده إنه حطوا فتحت الحراسة في البيت وده نتج عنه إن المشير ما قدرش المشير عبد الحكيم عامل أصلي يعني يعني يمكن ما تعرفهوش يعني عبد الحكيم راجل يعني طيب جدا ومهزب جدا وعنده نخوة وعنده رجولة كبيرة بس هو حاس إنه أخطأ يعني يعني العملية فكونه ينتحر أنا بعتبر إنه هو شيء طبيعي إنه واحد قائد بهذا المنظر بتعمل زي وخلى الجيش الجيش خان البلد يعني بالشكل ده تعطبر القوات المسلحة خانة البلد يعني احنا كنا كلنا كنا معاولين أهمية على على الجيش ومدينه أسلحة ومدينه حاجات ومدينه إمكانيات ومدينه كل حاجة ولما القوات المسلحة تخون البلد وتخون رئيس الدولة هذه هي قمة الخيانة العظمى لا يعني بتكلمك مش خانة يعني زي ما بتقولك خلي بيه خليه بالبلد فأصبح المشير رجع يعني المشور عادي إن المشير ينتحر لأنا عايز أقول إيه ما هياش ما هياش يعني غريبة إنه واحد قائد عسكري زي كده بهذي الأخلاق وبهذا الطبع إنه هو ينتحر شيء عادي حضرتك قبل مش مستغرب يعني مش مستغرب حضرتك التقيت بالمشير عامر قبل مصرعي ذهبت إلى لقائه أنت وسامي شرف وشعروي جمع في بيت المشير لتهدئة الموقف ماذا دار في هذا اللقاء وماذا قال لكم المشير عامر ما هو عشان كده يعني بقولك ليه ليه هم كانوا صحاب قوي وعب ناصر عايز يصلح والمشير عايز يصلح والصلح إيه يعني يعني هو المشير يوافع على الكلام واحد الجيش بتاعه انهزم عايز يرجع قائد عام تاني ما يرجع ماتيش داعي يعني خليك مع الريس واكتازل المرحلة دي وشوفه هتعملوا إيه في البلد بدل ما البلد تتفشك يعني تنقسم على بعضها دا الكلام اللي انتو قلتهوله انتو قلتهوله كده اه اه يعني انتقان تعالى وفيش داعي وبتاعه هو يعني بيقول ان شاء الله وربنا يسهم قالوك ان شاء الله لم ياثر لم يغضب لا 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 ما هو وصله عارف ان احنا يعني ان احنا جايين من عند عبد النصر مكلفين لا مش مكلفين يعني احنا رايحين ومعانا يعني هو عارف ان احنا من مجموعة عبد النصر لكن لم يكن الشخصية الهدئة البسيطة التي تقبل بسهولة ذلك لان ذكر لنا سيد الوزير ورئيس المخابرات السابق امين هويدي انه كان في بيت عبد الناصر القى بالكأس من يده في غضب و تفوهى بألفاز ضد عبد الناصر في حضور عبد الناصر دي مرحلة دي مرحلة في أثناء الأخذ والرد وفود وفود بتروح وبتيجي وناس بتروح له وناس بتجيله زباط عنده وزباط بيرجوه له كده ووزراء بيروحوله وكلموا معاه يعني كده يعني مرحلة تهدئة النفوس بعد الهزيمة بعد الهزيمة ولم تهدئ النفوس نتيجة واضحة حديك اتهمت المحيطين بالمشير الراحل عبدالحكيم عامر بإثارة الوقيع بينه وبين عبدالناصر اتهمت مين؟ المحيطين بعبدالحكيم عامر المقربين منه الحشية بتاعته هل كانوا من القوة بحيث انهما يؤثروا فيه ويؤثروا في المشير ويعجز عبدالناصر عن مواجهتهم الزباط المصغيرين دول؟ لا لا طبعا أنا يعني بقول لا يعني لباط صغيرة يعني زباط هم كانوا بيشجعوه انه هم شبه انقلاب بيدبروا ضد رئيس الدولة يعني ما هو كده يعني فيه مجموعة من الزباط حوالين المشير قصه مشير ده كان محبوب جدا اي يعني اي واحد يعرف عبدالحكيم كان يحبه طبيعيا شخصية محبوبة جدا شخصية يعني جدعى عنده رجولة عنده كل الصفات اللي في الراجل فالزباط نفسهم كان يحبوه ففيه زباط كانت تحبه وكانوا مقربين له فدولت يعني من ضمن التشجيع او من ضمن الكلام يعني نقدر نعمل نضغط على الرئيس نعمل كده يا ده كلمة تشجيع يعني لكن لم يستطع عبدالناصر مواجهتهم لا مش يستطع مواجهنا مراحف فوز يقبض عليهم خلص الموضوع يعني ما خدش حاجة هل سألت ألاح ناصر عن موضوع السموم بصراحة؟ اه طبعا لانا بجايب الكلام ده منين اي في التحقيقات يعني ماذا قال لك بالبط على ايه؟ على هذه السموم هو سألت موضوع السموم ايه موضوع السموم ايه اللي المشير كان انتحر ايه ايه فايه سأل ايه ايه صلاح تقال لي السم ده اسمه كزا وانا كنت جايبه المخابرات جايبه محطوطة في حالة الهزيمه القادة بيخدوه بندي للقادة عشان ما يقعوش في ايدي العلم ماخدوش ليه في حالة الهزيمة لو كان ناه ينتحر مين هو؟ عبد الحكيم عام ماخدو؟ لا خدو بعدها بمدة بعى يعني ماخدو وأخدو Cher مش بعدها مساء لسقع يعني هو حطتها معاه واخدها معاه حطها إمتى 뭐 حتش عاربها يعني حط الشريط اللاسق ده أم ده شكك الكثيرون وعلى رأسهم السيدة برلانت عبد الحميد في حكاية انتحار المشير عام أكدوا أنه قتل واستندوا إلى تقرير الدكتور محمد علي دياب رئيس معهد السموم والمخدرات بالمركز القومي للبحوث ما تعليقك على تقرير رئيس معهد السموم والمخدرات الذي قال أنه قتل ولم ينتحر اللي أنا بقوله أن المشير يعني الله يرحمه كان معاه حباية من يعني أنا أقولك المخدر بالذب الأكوانتين السم عشان الكلام يعني أي المخدر اسمه أكوانتين أي اللي بتاع السم ده السم ده وهو بيطلع من نبات اسمه أكوانيت اللي هو بنسميه إحنا خانق الزق خانق الزق خانق الزق أي يعني الاسم العربي بتاعه ودي حبوب هو المشير لقوها لقوا شريط لاصقة في فخده وهو كان واخد الحباية ده والسم ده بيموت بدون ألم فأنا يعني تقديري أو يعني كل الشواهد اللي عندي وشهادة صلاح نص إنه هو أداله السم ده يساوي إيه؟ إنه هو يعني مات بالسم ماذا عن تقرير دكتور محمد علي ديار؟ أنا ما عرفوهش أنا ما عرفش تقرير محمد علي ديار رئيس معهد السموم والمخدرات قال أنه قتل ولم ينتحر بس الناب العمومي حق أي في ذلك الوقت وتأكد أنه هو انتحر فإذا الموضوع هاديك بتجزم منه انتحر أنا بجزم منه انتحر لكن ليس لديك أي دليل لأ هدليل أنه حعرف منه نعم آه يعني قد يكون قتل نعم قد يكون قتل عقباً له على محاولة قلب النظام الحكري زي مين حياتي؟ صديقه الحميم جبال عبد النصر إيزاي يعني عقباً له لأ راح قتلوا؟ لأ ما قتلوش بس عمل إيه؟ عمل إيه؟ قال لهم أنا مسافر اسكندرية مثلا؟ أنا مسافر اسكندرية أنا مسافر اسكندرية أليسافر اسكندرية على الحاجات كان قاعد يعني كيفا كيفا جمال عبد الناصر يقتل أيوه هو ده اللي أنا بقا عايز أسألك عليك إنتي تعملت مع المشير عمر وتعملت مع جمال عبد الناصر هذه الشخصية التاريخية العظيمة في تقديرك بقا أيوه عشان إحنا عايزين نحط خط بقا أحمر تحت القضية دي هل كان ممكن لهذا الزعيم المثالي العظيم الذي غير تاريخ أمة هل كان من الممكن تبقى لتقرير دكتور دياب أو غيره أن تكون حالة المشير ليست انتحار وقتل؟ هل يمكن أن يحس عبد الناصر على ذلك؟ عبد الناصر في تاريخه أيوه لم يعني يقتل حد بمعنى إيه؟ يعني برضو كان مثال حصل إنهم كان فيه زابط له اسمه سعد اللي كان مدير سلاح الحدود أيوه في ذلك الوقت قبل الثورة هم وبعدين راح عبد الناصر وحسن تهامي ووقفوا على باب بيته وعشان يقتلوه هم فحسن تهامي ضرب عليه دفعة ما جاتش فيه هم فعبد الناصر ده من كلام من عنده من عبد الناصر هم قرر إنه هو لا يكرر التصفية الجسدية معه مع أي شخص أيوه هذه عبد الناصر عبد الناصر عنده أخلاق كبيرة جداً يعني بغض نسيبك من الكلام اللي بيتقال هبناصر كفرد عبد الناصر الحقيقي الذي لا يعرفه أحد وأنت كنت تصديق ما نقولك أنا عبد الناصر كبنة آدم كبنة آدم شخصية مهزبة جداً خجولة أنا دائماً أقولك إنه هو خجول بيتكسف ما يقدرش مشتمش حد يعني إحنا عشرناه وهو ظهر صغير جالنا سنة 48 شو بـ 48 هو مريض 18 عند 30 سنة عادة الزباط يعني الزباط بيتكلمه يعني بيقشت يا جدع انت يا فلان يا أبصر يا مدري هون بيقولش كده عمره ما طلع كلمة وحشة عمره ما طلع العيب لواحد وبع إنه كان شاب صغير زينا وعاش معايا جالنا في أسدود في الحرب في الأسطين وعشت معايا سنتين في المدرس الشيون الإدارية مدرس معايا يعني هو يعني قاعد جنبي في المكتب مفيش يعني كلمة قالها غلط في حد هذا يا أبو نصر بيتكسف من الناس وبعدين راجل يعني راجل في كل تصرفات خدوم كنوا بقى في الخطب وفي الحاجات دي ده أبو نصر الزعيم أبو نصر القائد الشعب بيقول حاجة اللي تفرح الناس وتكلم الناس ويشدهم يعني أدي ده ده حاجة وده حاجة شخصية ممتازة يعني مفيش حاجة يعني أبو نصر عمره عمل يعني محبسش حد يعني إحنا عشنا معايا 18-20 سنة محدش دخل السجل يعني من الناس الزملاته محدش دخل السجل هتقوليلي كمال حسين كمال حسين راح قاعد في الاستراحة بداعة الرياسة بتاعة الاثار اللي في الهرم ليه؟ يعني كمال حسين قال له يا ريس بعت له جوابه وقال له ما عرفتش ايه قالت يا كمال اسكت راح كمال حسين زي الخط الأحمر اتصل بالزباط وهنا عدى الخط الأحمر قال طيب كمال حسين يطلع من البيت يروح الاستراحة يعني لا سجن واحد لا شتم واحد يعني لا يعني ما حرمش واحد من معاشه حتى الإخوان المسلمين اللي اتحكم عليهم لما طلعوا رجحهم وخدهم أدميتهم ودهم ما هياتهم يعني أدعب ناصر وما زال في قوابته الكثير المهندس حلمي السعيد وزير الكهرباء والسد العالي السابق الأسبق ولنا معه لقاء آخر في بصراحة في الأسبوع القادم إن شاء الله موسيقى 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 موسيقى